اشتركوا في القناة سوف نتحدث عن خصائص حالات المادة إذن درسنا لهذا اليوم هو خصائص حالات المادة ما معنى كلمة خصائص؟ هل تتذكرون في الحصة السابقة؟ قلنا أن كلمة خصائص معناها ميزات ميزات حالات المادة فاليوم إن شاء الله سوف نأخذ خصائص حالات المادة في البداية أبنائي لنتذكر سويا حالات المادة هل تتذكرون حالات المادة؟ هيا لنعددها معا المادة الصلبة مثل هذا المجسم الإستواني هو في الحالة الصلبة مادة سائلة مثل كوب العصير هذا في الحالة السائلة ومادة غازية مثل الدخان في الهواء هذا الدخان يعتبر مادة غازية إذن حالات المادة ثلاث صلبة سائلة غازية اليوم سوف نتعرف على خصائص حالات المادة كل مادة من هذه المواد لها خصائص خصائص معناها ميزات لهذه المادة إذن أبنائي لننظر إلى هذه المسامير هذه المسامير هي في الحالة الصلبة المسامير هذه في الحالة الصلبة لو قمنا بوضع هذه المسامير في طبق هل تغير حجمها؟ لو قمنا بأخذ هذه المسامير ووضعناها في علبة هل تغير حجمها؟ طيب هل تغير شكلها؟ يعني انظروا إلى شكل المسامير عند وضعها في الطاولة أو وضعها في طبق أو وضعها في علبة أو مثلا وضعها في لوح خشبي هل يتغير شكلها؟ هل يتغير حجمها؟ إذن لا يتغير حجمها ولا شكلها هذه خصائص الحالة الصلبة أن المادة الصلبة عند نقلها من مكان إلى آخر لا يتغير شكلها ولا حجمها مثلا الكتب في الحقيبة الكتب مادة صلبة لو وضعناها في الحقيبة ثم وضعناها على الرف هل يتغير حجمها؟ بالتأكيد لا تبقى نفس الحجم هل يتغير شكلها؟ إذن لا يتغير لا حجمها ولا شكلها هذه خصائص المادة الصلبة إذن المادة الصلبة حجمها ثابت وشكلها ثابت مرة أخرى المادة الصلبة حجمها ثابت وشكلها ثابت هذه الجملة حفظ نعيد مرة أخرى المادة الصلبة حجمها ثابت وشكلها ثابت أحسن دعم نأتي الآن إلى المادة الغازية ولنتعرف على خصائص الحالة السائلة عفوا لنتعرف على خصائص الحالة السائلة إذن الآن سوف نتعرف على خصائص الحالة السائلة انظروا هنا إلى أكواب الماء كوب الماء في الوسط وضعناه في هذا الدورق ووضعناه في الكوب المخروطي لاحظوا شكل الماء في الثلاث أكواب هل تغير الشكل؟ نعم شكل الماء في الوسط يختلف عنه في الدورق ويختلف عنه في الكوب المخروطي إذن أبنائي شكل المادة السائلة يتغير المادة السائلة تتغير أما حجمها يبقى كما هو لا بيزداد ولا بينقص يبقى الحجم كما هو الذي يتغير في المادة السائلة هو شكلها إذن المادة السائلة عند نقلها من إناء إلى آخر فإنه يتغير شكلها ويبقى حجمها كما هو لا تزداد ولا تنقص إذن المادة السائلة حجمها ثابت وشكلها متغير حجمها يبقى كما هو الكوب الماء مقداره كما هو حجمه كما هو اللي بتغير هو شكله لما نحط كوب الماء نديره على صحن ونمسك بعدين الماء اللي موجود في الصحن نحطه في صنية كبيرة كيف بيصير شكل الماء؟ بتغير فإذن شكل المادة السائلة يتغير إذن أبنائي انظروا هنا إلى الماء أو المادة السائلة كيف يتغير شكل المادة السائلة؟ المادة السائلة أبنائي تأخذ شكل الوعاء يعني انظروا هنا في الصورة في الوسط كيف أن المادة السائلة تأخذ شكل الوعاء يعني شوفوا ما أخذ شكل الكأس المخروطي شكل الماء هنا يأخذ شكل الكأس هنا يأخذ شكل الدورق انظروا هنا إلى الأنابيب الموجود فيها الماء إذن الماء يأخذ شكل الوعاء الماء المادة السائلة المادة السائلة كلها تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه أحسنتم الآن خصائص الحالة الغازية انظروا إلى الدخان الدخان كيف ينتشر إذن هل حجمه ثابت؟ انظروا كيف ينتشر في الهواء إذن حجمه غير ثابت شكله ثابت؟ هل له شكل ثابت؟ يبقى شكله ثابت؟ يعني انظروا كيف أنه شكل الهواء أو شكل الدخان متغير إذن الحالة الغازية حجمها متغير وشكلها متغير لأن الحالة الغازية بتنتشر كيف يعني بتنتشر؟ هلأ لو إحنا رشينا عطر ماشي في الغرفة بتشم ريحته وأنت في الغرفة الثانية ليه لأنها انتشرت الريحة؟ لأنه رائحة العطر غاز والغاز بنتشر فالمادة الغازية أو الحالة الغازية تنتشر عشان هيك حجمها بيكون متغير يعني ما إلها حجم ثابت ولا شكل ثابت حجمها متغير وشكلها متغير فإذن الحالة الغازية حجمها متغير وشكلها متغير أحسنتم إذن لنقارن بين حالات المادة من حيث الشكل والحجم بوضع كلمة ثابت ومتغير لنتذكر في البداية حالات المادة حالات المادة الصلبة سائلة غازية إذن سوف نقارن بين الحجم والشكل في البداية المادة الصلبة حجمها شماله؟ ثابت أحسنتم وشكلها؟ المسامير الكتب الطبشير شمال شكلها لو قمنا بوضعها في الدرج أو وضعناها على الطاولة أو وضعناها في الحقيبة هل يتغير شكلها؟ لا إذن شكلها ثابت أحسنتم المادة السائلة حجمها ثابت إذن كوب الماء لو عبيناه بيضلوا كوب ماء نفس الحجم لكن شو اللي بتغير في المادة السائلة؟ شكلها إذن شكل متغير الآن الحالة الغازية الحالة الغازية حجمها متغير أحسنتم وشكلها متغير إذن الحالة الغازية تنتشر فعشان هيك حجمها متغير وشكلها متغير كم أنتم رائعون؟ إذن هذا الجدوى الأبنائي في حالات المادة صلبة سائلة غازية الشكل والحجم اللي هي صفات أو خصائص المادة خصائص المادة فعنا المادة الأولى الصلبة شكلها ثابت حجمها ثابت السائلة شكلها متغير وحجمها ثابت الغازية شكلها متغير وحجمها متغير أبنائي هذا الجدوى الحفظ طبعاً لا تستطيع حفظه إلا إذا فهمته فأتمنى أن تكون قد وصلتك الفكرة من درس خصائص حالات المادة أشكركم أبنائي على حسن المتابعة استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع على أمل اللقاء بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة